طب مين بقى الموزيع اللي يوجد تنظرك انت طول وقت تحس نواب برنس كده ومثلك الموزيع راجل وتوقيت تحس تقول ياه أنا نفسي بقى كده بالبدلة كده بالشكل ده في مصري ولا أجنبي ولا هنا وهنا أنا بحب جدا يعني أسامة كمال محترم جدا يعني مش نفسي بقى زي أسامة كمال ليلاين غيري خالص بسه راجل محترم بحب جدا طبعا البرنس البرانيس يعني حمدي أنديل يعني برافو عليك انت جبت حد ده الموزيع وطالح حبيب برضو طبعا الله يرحمه اللي هو في الزمن قابت في السود شوية بس حمدي أنديل ده انت اختيار جيد جدا حمدي أنديل هو الموديل بتاع الموزيع صوت ثقافة حضور معلومات اه كوبي بيست بتاع الموزيع حمدي أنديل أخبار طبعا الله يرحمه كينج محمود سلطان طبعا طبعا بصوته ده وبعدين خدي بالك الله يرحمه كان كوميديان رهيب يعني أنا وهو كنا سينك عالي جدا في الكوميديا اللي ما حدش عارف محمود سلطان يعني هو في الطبيعي لذيذ وده مخفيف جدا غير اللي هو عاش عمره وكله يعمل أخبار بجدية الزبط هو كان بيعلمنا الحقيقة احنا دخلنا حاجة اسمها معهد الإزاعة والتلفزيون قبل ما دورة تدريبية كده فكان هو من ناس اللي اللي بيعلمونا يعني ناريشن ازاي تاخد نفس وتتكلم وبتاع وهو بيقرأ كده بيقولنا مثلا حقرلكو حاجة معرفة كان فيه زرار الداس هلقليننا الاليين اه مش منكم لا الناس دي غيرنا خلص حتى أم الله رحمك كنت معها مرة في البلاتوف اخترنا لك بتكلمني وبتاع بتكلمني على الشغالة سرقت حاجة قصة تانية في البيت والراجل قاعد يقول ثري تو وان وهي بتكلمني طب وان خلص يعني احنا هوا فاللا اللي هي دي من كلامي القلبة دي ما اوزكر اللي هو انا عملت ايه معها ريس ود ايه يحدث دي ملبوسة ولا ايه ده الناس دي غيرنا وتعلموا مع أسادزة جمدين جدا وعلى أسس تمام جدا احنا بصراحة انا شعب عشوائي دلوقت يعني عايزة